تنتهج الحركات الإرهابية أساليب التمويه من خلال لعبة تغيير الأسماء وهي طريقة اعتمدتها التنظيمات في سوريا والعراق وغيرها من البلدان التي شهدت وتشهد وجودا خطيرا لهذه التنظيمات فأنصار الشريعة في اليمن هو تنظيم القاعدة نفسه وتم تغيير الاسم لأسباب تكتيكية بعد تصنيف التنظيم الرئيسي في قوائم الإرهاب وتنظيم القاعدة ككل نابع أصلا من التنظيم الدولي للإخوان وذلك ما تؤكده التهديدات التي أطلقها نشطاء حزب الإصلاح دراع الإخوان السياسية على جميع وسائل الإعلام المحلية الإخوانية المدعومة إقليميا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد الضربات القاصمة جنوبي وشرقي اليمن على يد القوات الجنوبية حركت القاعدة بالتنسيق مع حزب الإصلاح والميليشيات الحوثية جناح أنصار الشريعة لتنفيذ عمليات إرهابية وكشفت التحقيقات عن وجود عناصر حوثيين من صعدة وعناصر من تنظيم حزب الإصلاح شاركت في عمليتي أبيان وشبوة لم يكن هجوم القاعدة في أبيان استباقا لتوحيد قوات الشرعية بقدر ما كان استهدافا بالدرجة الأولى للقوات الجنوبية التي نجحت في تحرير شبوة وتلك غاية إخوانية بحتة وهدفها المشترك بين الجميع هو وقف أي تمدد للقوات الجنوبية شرقا نحو المهرى ووادي حضرموت لتثبيت الأوضاع الأمنية والعسكرية في هذه المناطق المعركة مع هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة ومن يدفعها ويمولها هي مواجهة تاريخية تخص الأمن القومي العربي وليس اليمن إلا طريقا ومنفذا ويدرك الداعمون لهذه الحركات الإرهابية الأهمية الاستراتيجية للأرض الجنوبية كجغرافية حساسة تواجه أطماعا كبرى كمنفذ للوصول إلى الخليج العربي قلب الأمة العربية ومصدر قوتها ومن ثم تعم الفوضى في المنطقة ويتحكم الإرهاب في سلة غذاء العالم ومصدر طاقته وتلك هي الأهداف الكبرى لما يحدث في اليمن برمته